العدالة الاجتماعية بين الجميع احدى اهم النقاط التي طرحها المترشح لرئاسة الباجي قائد سبسي خلال زيارته لمعتمدية انفذة السياسة اللي نحن مشهين فيها تعادالة اجتماعية وشال الله معناها كل واحد يلقى حظه في تونس وقتل تونس ايضا تلقى حظها وتتطور وتنمو لكن الان ما عنا اجتنمى وقال سبسي ان البلاد تمر بمرحلة صعبة ودعا الى التضامن بين الجميع خدمة لمصلحة الوطن تونس ايضا ضادة بصعوبة كبيرة ولكن احنا نحب ان الصعوبة تتوزع عن ناس كل مشكلة على الخدام عندنا برشة بطالة عندنا فقرة في بعض النجيات عندنا تهميش هذا الكل يجب ان نتناولوه ان شاء الله رب وفقنا ولكن نجم وننجح فيه واقتل الناس كل مضابنا مع بعضها وقد زار المترشح عن حزب حركة نداء تونس بعض المناطق في معتمدية انفيذة وجمعته حوارات مع الفلاحين ترجمة نانسي قنقر